بركة تبحث على ساعة دكية فيها جميع المواصفات لتحتاجها أنيقة فيها شاشة أمولاد مقاومة للماء وتستقبل جميع الرسائل والمكالمات مع عليك بالهايلو الارس 5 السلام عليكم ورحبا بكم في مراجعة منتج آخر وأيضا هذه المرة من شركة هيلو كما اشتب فيديو السابق سماعات الاس 30 وهذه أيضا تعد من أفضل السماعات مقارنة بالسعر اللي رح تحصلوه بها تحسب 27 دولار واللي حاب يشوف الفيديو بالكامل للمراجعة حتى حول رح توجدوه هنا الفوق في الكارز والفيديو يتعليه مراجعة للساعة رس 5 وتعد واحدة من أجود الساعات وأفضلها من ناحية السعر والمواصفات أو الميزات التي تأتي معها وخصوصا في تخفيضات جوالي الاريكسبرس ممكن تحصلوا هذه الساعة تقريبا بـ 30 دولار وممكن تحصلها أقل من 30 دولار بالنسبة للنسل تستعمل العملات وبعض القسائم الأخرى حتى الـ 26 أو 27 دولار لهذا دائما نقولكم اخترموا فرصة التخفيضات والآن رحوا نفتحه العلبة ونشوفوا الأشياء التي تأتي معها هذه الساعة الشيء اللي تبهرني به شركة هيلو هو التغليف أو العلبة لمنتج التح وتحسها عاطية قيمة كبيرة للمنتج ولما تفتح العلبة مباشرة رح تقابلك الساعة وبالنسبة لهذا اللون اللي اخترته هو السيلفر وهناك حتى البلاك حطوها على جانب وهنا في الأسفر تجد صوارتين زائد كابل الشحن وكتيب التعليمات اللي ممكن تحتاجها في بعض الحالات وهذه هي جميع الأشياء التي تأتي مع هذه الساعة والشيء الجيد تأتي مع توسترابس أو سوارين السوار الأول ركب على الساعة من السيليكون وتحس كواليتي تاع السيليكون فعلي أو دات جودة عالية ليس مثل بعض الساعة تحسها من البلاستيك أو كما نقول إحنا يا كويتيو والسوار الثاني من القماش ويبن أيضا جيد ويناسب كتير أصحاب الرياضة وحتى واحد صغير وطريقة تركيبهم جد سهلة ممكن تنزح هذا السوار تاع السيليكون وتركب السوار هذا تاع القماش ورح يركب هذه الطريقة ولعجبني أنا كتير بصراحة هو سوار تاع السيليكون تحسه ناعم وطاري وممكن تطلب عليها مع السوار الثالث وهذا بدفع مبلغ تقريبا تاع 3 دولار زيادة ورح تختار لساعدك ونعجبني السوار الذي تشكله مثل المعدن أو الكلاسيكي معناه ممكن يكون السوار الثالث مختلف عليهم تماما وممكن تشاري سوار آخر وتركبها لها عادي جدا مهم يكون نفس الشكل أو نفس التركيب الساعة تأتي بإطار من المعدن مع زر واحد لممكن تعمل بها العديد من الأشياء وهذا مما يخليها بسيطة وأنيقة ومن هذه الجهة مكبر الصوت ومن الجهة الأخرى الميكروفون لممكن تحتاجها في المكالمات ومن هذه الجهة السفلية مكان الشحن والمستشعر وكتابة هيلو تأتي بشاشة نين إش ومن نوع آمولاد من أفضل أنواع الشاشة يتقدم لك صورة بدقة وجودة ونسبة سطوع عالية وتلحق حتى الألف نت معناه تحت ضوء الشمس في الخارج راح تبال معاك عادي والبلوتوت في هذه الساعة خمسة نقطة اثناني وممكن تربطها مع هاتفكم اندرويد أو ايو اس وهذه من الأشياء أيضا الجيدة عن طريق تطبيق نعملو سكان لي الكود هذا كي نحملو تطبيق الخاص بهيلو الذي يدعى بالهيلو فان وبعد التسجيل في التطبيق وعطائها جميع الصالحية راح تستطيع ربط الساعة مع الهاتف وتعطيك العديد من الميزات هنا ممكن من خلال هذا التطبيق تتحكم في الساعة تاعك خصوصا تطبيقات الخاصة بالمستشعر مثل تعرياضة وايضا تغيير الواجهة الخاصة بالساعة والشيء المبهر أنه مباشرة وصني تحديد خاص بالساعة وهذه من الأشياء الجيدة أن الشركة تدعم المنتجات تحديد بالتحديد ممكن أي مشكلة يكون في الساعة أو أي شيء راح تحسنها عن طريق إضافة تحديد وهذه هي الواجهة الأولى اللي راح تلقوها في الساعة تاعكم ومن هنا تقدر تغير الواجهة تاع الساعة في هالعديد من الواجهات ممكن تغيرهم أو تزيد تحمل عن طريق التطبيق ممكن تحمل واجهات جديدة أخر وبصراحة تقريبا جميعها جيدة وهذا راجع لكواليتي تاع الشاشة كما قلتكم نسبة الصوت عالية في هذه الساعة الإضاءة أو البرايتنس هنا راني وضع فيه المنتصف منا إذا كنت في الخارج ممكن تزيد له ودقة الصورة عالية جدا كما قلتكم الشاشة آمولاد راح تعطيك دقة وجودة عالية وهنا الفوق راح تجد العديد من الأشياء أو الإعدادات ممكن تغير المينيو الخاص بالساعة أنا نحب بهذا الشكل وأيضا الميزة لتخلي الساعة تشتغل لما تحرك اليد تاعك وهنا راح تجد الإعدادات والميزة لتخليك تجد الهاتف تاعك وهنا مثل المصباح لراح تخلي الشاشة تاعك مضيئة والجهة في الأسفل راح تجد الرسائل تاعك تعجميع المنصات التواصل الاجتماعي ممكن توصلك وكما قلت لكم تقدر تستعمل بها حتى مكالمات وتقدر تضيف أرقام الهاتف تاعك لفي الهاتف إلى الساعة هذه وتحفظهم في الساعة عن طريق تطبيق لي في الهاتف وتروح إلى فون سيتينجز وبعدها فريكونت كونتاكت وهكذا جميع الأرقام راح تذهل لك في الساعة وتقدر تعمل مكالمات مباشرة من الساعة والجودة التحفي المكالمات أكتر من جيد وكما قلت لكم ممكن عن طريق زر واحد تتحكم في الساعة تاعك وهكذا راح تدخل إلى المينيو هذا راح تجد العديد من الأشياء هنا مثل ميوزيك والآلة الحاسبة وهناك حتى أحوال الطقس ممكن تدخل هنا وميزة الكاميرا اللي راح تشغل الكاميرات على الهاتف تاعك وتسمح لك بالتقاط الصور عبر الساعة فقط والإضافة الجيدة في هذه الساعة اللي ما كانت فيه الارس 4 هي Voice Assistant معنى تقدر تسأل ساعتك أو تاخدك إلى تطبيق مباشرة عن طريق الكلام كالغيتين وبالنسبة المستشعر في هذه الساعة أكثر من جيد وفيها العديد من الأشياء مثل نسبة الأكسيجين في الدم ودق الدم ونبضات القلب وحتى نسبة حرق الكالوريس أو الحريرات والعديد من الأشياء اللي ممكن تستعملها من هنا إضافة إلى العديد من التاميرين الخاصة بالرياضة أكثر من 150 تاميرين هنا وهذا العدد أكبر مقارنة بساعة الارس 4 وممكن تستعملها في الركض أو المشي واللي رح يزيد ساعتك هو الصوار الثاني الخاص بالرياضة وكما قلت لهم مقاومة للماء IP68 معنى هذه الساعة من قل لك مقاومة للماء مقاومة للماء ليس مثل الساعات المخشوشة لممكن ما تجدهاش بتات مقاومة للماء هذه تضحها في الماء عادي جدا وبدون أي مشاكل لكن بالنسبة الماء تعال البحر كما تعرفوا إذا وضعتها في الماء تعال البحر ممكن مباشرة تديرها في الماء النقي أو العذب لكي تنزع منها تلك الأملح وإضافة أو ميزة أخرى لم يكنتش فيه الارس 4 هي أو الـ Always On Display وهذا اللي سيخلي لك الساعة تعالي تعرض لك الوقت والتاريخ بشكل دائم يعنيها ما رحش تنطفئ وكان بزاف ناس يفضلوا هذا الماء وهذا رح يقلل من عمر البطارية ومن تكلمنا على البطارية هذه الساعة تأتي ببطارية أيضا محسنة مقارنة بالارس 4 300 ميلي أمبر ولما تفعل الـ AUD ممكن تدوم معك البطارية لثلاث أيام لكن بدون تفعيله ممكن تبقى معك حتى عشرة أيام أو أكثر وتحس شركة هيلو هذه تعمل المستحيل باش تقدم جودة عالية في المنتجات تحب مقارنة بالسعر معنى المستحيل رح تحصل منتجات بشركة أخرى بهذه الجودة وهذا السعر ورح أخلي لكم رابط أشيرة أسفل الفيديو في الوصف وفي التعليقات وكان هذا هو الفيديو التي نتعليم على واحدة من أفضل ساعات الدكية الهيلو الـ Air S5 وإلى أعجبكم فيديو لا تنسوش باشتركه مع الزرق أعطيكم لايك وكومنت أسفل الفيديو ونسلمش باشتركه في القناة ما عليها غير الشرك وتفعل زر الإشعارات بس وصلها أي حاجة جدا نحطوها وموقع لكم تلقوا فيديو آخر تجربة أخرى وبراجعة أخرى إن شاء الله السلام